نيشان عفوظ الله راجب نيشان عفوظ صحابي حظ صحابي حظ نيشان عفوظ طبون عنده مدة من يبدأ طامع في عهده ثانية سيب ما يحشمش ما يقولش هو قريب يوصل ثمانيين سنة يعني انهار يدير عهده ثانية ما يكمل على خمسة وخمانين سنة طامعوا علاش لانه يخاف لابعد الاهده لولا دياله سيب رحو في الحبس لانه اليوم الحبس سره مفتوح للناس كامل جنيرالات وما بين السلطة والحبس كان خطوة واحدة تعدية طبون باش يحمي راسه يحمي أولاده لانه أولاده ثانية يخضروا كما أولاد الهامل كما أولاد بزاف الحبس وكذب له عهده طبون عهده ثانية طبون عهده ثانية لانه العسكر يحب يبدل ما يدل لهم مدى لهم بوتفليقها يبدل وممتون باش يصيبوا الحجة يجيبوا واحدة قولوا هذا يرى وكان ضد العصابة هذا يرى وكان هذا كان مظلوم هذا كان شكونا احنا لما ندخلوه في الدلالات سمعت لي عنا احنا لو يخليوا يتبون يزيد فيها عام ثاني يقدروا علينا حاليا لجنة حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان تابع الأمم المتحدة بعث ثلاثة على رابورتور سبيشو داروا تقارير على الجزائر الله لا يشوفك ولكن أكثر من هذا أنه أمريكا الملكان اللي خلحهم الملكان اللي يقول عليه تبون في في الحوار ندخلها في هذا الحوار مع الجزيرة يقول أمريكا دولة صديقة أمريكا دولة صديقة و كبريات الشركات البترولية اللي تستغل في الجزائر هي أمريكية أمريكا دولة صديقة وكبريات الشركات الأمريكية البترولية وعليش تعترف بمغربية الصحراء وأمريكا وأمريكا دفعت المغرب ليس لدي العلاقات مع إسرائيل تعادي في المغرب على الجالة العلاقات مع إسرائيل وتعادي في المغرب على الجالة الصحراء الغربية والمريكين يعطيهم المريكين يقولوا تفضل فعليش مدعتش على المريكين هاي هذين جوليها من بعد لكن أنا مدام مواكي على المريكين يقول لك دولة صديقة أو مقدام دونك التقارير اللي يخرج من البيض الأبيض الجزائر في مجال كل إنسان ما 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 يبشرش بخير الإصابة قدر تلك بعضها يقدر تبون يعتمد جزتما على المريكين وعلى كده شوفه وقدان يرح نحي العسكر مش العسكر ما ينحوه شو ينظروا شعبيه يلعب الورقة هذي والعسكر على بالهم به بلي قدر يلعبها ومنظر كي يحضروا له النقطة الأولة التحضير هي أن مسير 19 مارس اللي كان ما بشكل مسير تأييد للتبون يخطفوه العسكر وقال نيت مكانش تديرها قال نديروها لتجري من الاستعمار وجاءوا وخرجوا هذه الدواحة وقالوا تجري من الاستعمار أن تجري من الاستعمار في فرنسا ويعني تطلب دولة ديالك إذا كان لديك دولة مقال مبيع عن تجري من الاستعمار وين نقلتوها هذه يعمشون البلادك واخذون لبرلمانت و يقولون جريموا الاستعمار خرجوا قانون يتجري من الاستعمار ورغبون في البلاسكولوني الفابيات جريموا الاستعمار نحن لذلك لم يتدنوا المسير لذا باريك سمعوكي التينا بيوم وش جو يطلبوه دولة عسكارية ماشي مدنية طالبوه بدولة عسكارية ماشي مدنية مين صرات هبي مين صرات هي كلها أنه العسكر يحب يبين بالشعب الجزائري يحب أنه بلاده تحول إلى فكانة والشعب هذا لا يحتاج ديمقراطية لا يحتاج حرية وهذا الأنذر هذا لا يمثلوه الشعب الجزائري لا يحتاج شيء مع شعب الجزائري هل أردو الأخرى هم مظاهرة نديرو باش نسبوه المغرب ونسبوه الأحرار ونطلب دولة عسكارية دونك هذه النقطة أنه الشعب راهو يحب العسكر مبين الفرنسة بالشعب يحب العسكر دونك العسكر يبقى خير شكون يدي يحقم في البلاد يعني حقو يحطو فرادة في الفترين هذا ما كان النقطة الثالثة أنه الشعب يحب العسكر وما هو ما يريد أن يتبقون وبالتالي يعطي السلطان العسكر وهي يعطيها ما هو أنه كان موقع إلكتروني لصحبي صحفي تحريات يجب لك أربع ملفات في نهار واحد وهو ما زغتش من بيرود ومخرش يجو أربع ملفات أرى أعطيها أجابهم أنا أعرفت تحريات يا صحبي أرى 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 المهمة هذا الموقع سلم الموقع تعالوا العسكر عدو يصيروا أرى أرى من المكتب الأمتى السفارة أو تنازل وتفاهم معهم يعني كتبوا يسبوا يسبوا في الأحرار أنا أرى أرى ثلاث مواضيع وهو عادي يدافع في الموقع هذا على حسين بولحيا وهو دعو حسين بولحيا ما بقى شوال يطلع جنرال وهذا ما هو حسين بولحيا يدافع لأنه ما تعبيره نحن باينين منين والأمن الخارج الخطراء هذي ولا دور هاي يطيح على تبون يطيح على تبون يطيح عليهم بعد العسكر يداريهم أول خدمة اللي تطلبت له عن الخطراء قال يا ولدي هو لازم نداره واخصه باش يرد عليها أنا كنت نخدمه عندي في أمير تيفي ونخلصه باش يكون فيه رأي مخالف وكما ما يقلقنيش انه يجي يرد عليها ولكن هناك شف يروحوا قدام الناس جاي يرد عليها زعمار لاني أنا قلت باللي ولد قائد الأركان من الجيش تزوج تزوج رباكس رباكس في فرنسا مع فرنسا يربي سألالي أنا ما قلت مليح ما قلت بدوني أنا مديت الخبر وفراد وقلت باليادة يا رابستاكم وضعهم المفروض رابورجع للتزاير ولكن بما أنه لا يمكنني يعيش في تزاير لأنه مثلي فقائد فضل يعيش في فرنسا ووراه وتزوج مع فرنسا وباش يدير معك واختبت يربي سألالي أنا جموفو علي ما عنديش في حاجة هو حر في تصرفاته وحر في الجسد ودير به ما شبغاه ايجي سي عبدو سمار نسميه بسمو احنا يلعب هذا ما يتكلم ينتقد في المسؤولين اللي يجيب أولادهم الفرنسا يقرأوا في الفرنسا وفي الخارج وبعض ما يحبوش يرجعوا للتزاير ويقول وبعض ما يرميها يذكر وولد قائد الأركان تعال الجيش يقول لي هذاك جاء من 2018 إلى 2019 معنا بريش بيه وقراوز عمد دا ديبلوم بصح ما يحبش يرجع وراه تزوج بالمرأة فرنساوية يقول لا ويزيد يعود ويزيد يعود تزوج بمرأة يحبش تقول لي هو راجل تزوج بمرأة نحن نقول لك إذا صح تزوج بمرأة وهو ضابط في الجيش ممنوع 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 عليه تزوج بأجنابية ضابط في الجيش ممنوع تزوج بأجنابية لا لأنه ممنوع لأنه مخالف القانون تقول يبيوا مخالف القانبي وفوايو عريان وهو عريان كيفه مخالف القانون تقول لا بالصح لا يكشف روحه أنه أولا عسكري هذا ضابط 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 لكي تزوج يدعون عليه انكات انكات على المرأة ودوسي ميديكال حتى يدعون مخالف القانون تزوج او في الجيش أولا أيضا ودوسي مقال من المنطقة ودوسي مقال وتعرف تدعون ومخالط حبيب نعم وحاول مخالط وحاول وضع هذه مديرها لكي لما صرت قائد الأركان ربما يسأل عليها شغل ونجمون فواليه هنا ولكن سيخونا مبتحتوا للجيش لأنه محرشينه يضرب يعني من البيروميتار يضرب تبون يمرمدوا ومتمسش العسكر متمسش العسكر وعليش يضرب تبونهم يختاروا ميديا يضرب تبونهم 19 مارس كيف العسكر جوبه عسكرية مدنية جيل الخير هذا وبعد عنا الخليفة تبون نعطونه نفس المسار اللي يسبقوه بن فريس كان خدام حزام عند بوتفريقة و جابوه باش دارلو الحملة الانتخابية و لأنه بوتفريقة ما عاشت بن فريس جابوه له العسكر يديروا حملة الانتخابية يدير الحملة الانتخابية السلي من بعد حكم الديون من بعد جبدوه العسكر عامين قبل الانتخابات 2004 جبدوه و خرجوه ضد بوتفريقة و رشحوه ولكن بوتفريقة كان لعبرهم لعبة كان ديجا ترطق هذا الكابيني نوار و كانت أمور تخلطت يديروه نفس الشي معاتبون عامين قبل الانتخابات 2019 يسحبوه اجبدو ساعد بوتفريقة كما دارو وزير اول منحول ساعد بوتفريقة منحول ساعد بوتفريقة و عطيروه دي قصوره لأنه راهو كان ضد العسابة و هو كان منهم و الجايد صراح كان أساس على العسابة كان أساس على العسابة لذلك نعطي قصوره آخر سينا مامرا تسعين في المياه يكونوا موارش على العسكر عندو دي بروفيل وشون دي بروفيل موطيع الأول الثانية ما يتفلسفش الثالثة منفذ بون ايكزيكويتو و خاصلة اللي ما عنده مش أخرين و اللي محتاجين ها ظرف انه قبايلي و رح يكون قبايلي خدام عزام عند العسابة لانه العسابة ميميزوش بالقبايلي والشاوي والعربي والمساوي نو 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 هوما و القاسم المشترك انهم كلهم يكونوا متفقين على السرقة والنهب والعداء للشعب الجزائيين هذه القواس المشتركات باقي باقي العمامرة قبايلي رح يسمح لهم كذا يرشحوه رح يكون لهم هو للقنطرة اللي تضي العصابة لبلاد قبايلي وبالتالي في حسابهم المقاطعة بتاع 2019 اللي تسجل في التاريخ واللي لليوم العصابة ما تقدرش تهدمها انو ملايات الزوزو و ملايات الجامعة تحت فيهم ورقة ما خلاوش حتى الولي رح يفوطي ما خلاو لا قايد سيكتور لا قايد دارك لا مدير البوليسية ولا ما خلاو حتى حلوف يخرجوا رح يحط ورقة ولا مكتب واحد تفتح بريموطة ارغازي ابنعمي ايضا نحن 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 نسخ بريموطة اذا ارغازي ابنعم المرى انو نقصروا ذلك قالوا قبايلي منكم واول مرى رح يقول معنا مرشاح من رئاس جمهية قبايلي واسنفو كابيلة ايضا كابيلة كابيلة كما داروها بالشوية كما داروها لماذا داروها لأصحاب الغرب كما داروها حزام عند العصابة والعصابة ما عندهاش جهوية العصابة ما فيهاش الجهوية العصابة المقييس أخرى للكفاءة ولا الانتمال الجهة ولا الانتمال الثورة شاهدوا جابلك ودقومي وتقايد دائروا وزير شؤون خارجية ديابي يسوق فيهم خد نظار بالوثيق بابا يرفع السلاح في وجه مجدد تحتار 2 نوفمبرو لحلوف حلف مواني السناف يوم يرضو على البرياف بسكو بعد تالهم غاوليك ما زال يعني ناكوزها فيك ناكوزي لرسپسون بعدها ميسي قنصير لامباسات للجيري بايت نسي نعطيهم مهلا نعطيهم مهلا نسي نرد ما كانش الرد يتكشفوا قدام الشعب تكشفوا دونك مع العمامرة خلاص 9% نقول لك نعين دوم لهم كيفو صغير على تبون بسف سيد في 52 أو 53 73 سنة 72 خير من واحد اللي عنده 77 سنة ويلقي ترشا يكون عنده 79 سنة ويكملها على 85 لا لا ما يحتاجوش هذا اللي يخلي الجيش يغلق الباب في وجه تبون لأنه تبون اليوم راوا معاهم في تاة تاكني ولا ناكروت تبون إلى بشكلهم روسهم يعول على القوى الجنابية أمريكان خاصة والاتحاد الأوروبي قال عاوني كي هما يجدوا قلوا انتهاكات حقوق الإنسان راح يقول لهم لا نخاطي العسكر يجي نحيان يبعثهم للحبز يقولوا ما فيها زاعة نحيان يروح ريح للدار نحيان يروح للحبز تكون راكو تاشنجليحا راح يخليك دخلوا للحبز ولا للأخرين اللي معاهم أو يتغدى بك قبل ما تعشى به تغدى بك قبل ما تعشى به غضوة في دقيقة يجدون الملف تأولاده وتاعه أو حبسناه لأنه خايا لأنه سرق لأنه نهب لأنه كذا في نهاره تبون يطفيه كالشمح لا لذلك اليوم السرع إذا كان سرع خفي يعني كل يحار سرعه خفي تبون ما عندوش شجع باش يخرجي واجه ديركتما لإصابة ما عندوش الشجع والإصابة تعش فيها على على بعيد تعال رد بارك نتحترج بيك رد بارك نتحترج بيك هذه هي الحياة والأهداة ثانية غير يغسر يديها ما عندوش يقولو غير يغسر الصوف يعني كل شيء ممكن في السياسة في كده ما كاش هدي جامل صوف ولا ما كاش إجماع على العمامرة لأنو يقدش عن قريحة يفرضو كما رقيت سارح فرض تبون يعني تبون ما كاش عليه إجماع عند العسكر تبون فرضو والدليل على ما كاش فيها إجماع عند العسكر إنو بوعزة اللي كلفوا قاعد صالح على رأس جهاز الأمن كاش يخدم من التبون ولا يخدم من العسكر ويكسر التبون ويجبط له في الميل الفتاع ولده وفيرتنا الحملة الانتخابية وينحينهم مدير الحملة ديال وجايبينه من نيويورك وكانهم بصادر ولا حسن لا يليك تبون نخلي الناس بحكة ولا مضحكة بزر اصطر اشتركوا في القناة